الانفصال في الشبكية بنبدأ نصنفه الانفصال ده دركته قد إيه هل هو كامل ولا هو محدود لحاجة معينة لما بنلاقي لأن التصنيف ده يفرق في العلاج مثلا لما نلاقي الانفصال ده في جزء محدود أو انفصال محدود في الشبكية هنا أنا بحب أعمل حزام للشبكية ده الحزام الليزر اللي يمكن نشوف نام حيك في الصورة هنشوفه ده الوقت حزام الشبكية اللي احنا شايفينه ده مثلا تمام احنا الصورة العشمال دي عندنا انفصال محدود في الشبكية مش انفصال كامل فالانفصال ده نعمل حزام ما هي الفكرة إن الشبكية قلنا هي إيه هي الجزء المبطن للكرة بتاعت العين فأنا هعمل حاجة من اتنين يا إما هدخل جوه العين أزق الشبكية لبقى يا إما هخلي الجزء اللي بقى يقرب لإيه لجوه لجوه فالحزام ده فكرته ببساطة إن أنا بخلي الجزء اللي بقى يقرب لجوه التدخل ده رغم إنه هو جراحيا بياخد وقت أطول لكنه على المدى البعيد بيحافظ المريض على نظره بالكامل بالكامل يمكن لسه برده كان عند مريضة من شهرين كان عندها تيمبرال أردي أو جزء محدد من الشبكية مقطوع وفيه انفصال عملنا عملية الحزام دي ونشكر ربنا شايفة 6 على 6 6 على 6 في مريض انفصال في الشبكية دي بتبقى صعب جدا الوصول لها خاصة لو دخلت جوه العين صحيح تمام لكن من برده بيبقى سهل الوصول لها طب التشخيص المبكر والعملية في وقتها السريع وبسرعة تفرق لأن أنا لو استنيت على الانفصال المحدود ده هيبدأ يزيد ممكن يوصل لنا لانفصال كامل مع الحزام ده بيتشال بعد فترة يا دكتور لا ما بيتشالش بيقعد خلاص موجود هو بيفضل موجود هو غير مؤثر في أي حاجة والمريض مش بيحس بيه خالص خالص ما بيتعبش منه يعملش احمرار يعملش بعض المضاعفات سمعنا عن بعض المضاعفات من الحاجات ساعات لو هي لو الحزام ده زيادة شوية الحزام أقل شوية بيحصل حاجات لكن احنا بنتكلم على انه في الغالب في الغالب لا بتبقى الأمور مستقرة والأمور هادية والمريض بيشوف كويس ساعات طبعا للأسف الحزام ده ما بيجيبش نتيجة ونتطر ان احنا نتدخل جراحية ساحنا هنا بنتكلم عن حاجة اسمها الفرصة لو انا عندي فرصة ان انا ما افتحش العين مرحلة كمان لسه في البدايات بزرق اعملها طب اذا فشلت خلاص فانا عندي البديل بقى نهش فاهمين عندي البديل يمكن عندنا فيديو للعملية التانية طيب لو منفعش الحزام ان الشبكية مثلا معدل انفصالها سريع او القطع كبير او ان الشبكية كلها فصلة ساعتها الحزام مش هيبقى مفيد او ان مركز الابصار نفسه فصل ساعتها لازم اتدخل جراحيا جراحيا اللي بنسميه عملية الجسم الزجاكي يمكن عندنا الفيديو شغل في وقت الموضح العملية بتتم الزجاكي ما احنا شايفين كده احنا بندخل بنحط حاجة اسمها زيت سيليكون بنصلح الشبكية وبنحط حاجة اسمها زيت سيليكون ساعت بنحط حاجة اسمها غاز وهنعمل ايه بقى هنا هنعمل ليزر عشان تضمن الشكل بتاع العادة سيفضل زي ما هو بالظبط كده نحنا نحافظ احنا بنحط غاز او سيليكون عشان نفضل محافظين ان الشبكية مزقوقة في مكانها تمام وتفضل محتفظة بمكانها لحد فترة معينة نبدأ نشيل مثلا السيليكون ده وبنعمل برضو زي ما احنا شفنا بنعمل ليزر يحاوط الشبكية بتاعت العين زي ما احنا شايفين كده بنعمل الليزر ده يحاوط القطع ده اللي احنا لو كنا عملناه اللي هو الدايرة من الليزر اللي يمحشوف نحنا لو كنا عملناه قبل ما يحصل الانفصال ما كانش حصل الانفصال بس مجرد ما حصل لازم خطوة في العملية ان انا احاوط القطع ده بليزر علشان ما يزيدش ما يعمل ليش انفصال تاني ده في حالة ان الحزام يمكن ما جابش نتيجة ما جابش نتيجة او من الاول قلنا ان المريض ده مش هيبقى مناسب للحزام فلازم نعمل العملية دي مجرد ما بنعمل العملية المريض هنا مهم جدا من التوقيت لان انا مثلا بلاقي مريض بيبعتلي انا عندي انفصال في شبكة من 10 سنين ينفعني العملية دلوقتي لا ما ينفعش